ثمن بخص أقل من سعر الماء يضاع نفط العراق ليكون الذهب الأسود عصب الاقتصاد العراقي ضحية الأزمة المالية والفساد الحكومي ضاقت الأمور على حكومة مصطفى الكاظمي ولم ينقذها قانون الاقتراض فجاءت بالعجائب طلبت ملياري دولار مقدمة مقابل عقود توريد طويل الأجل لمشترين نفط العراقي وكالة بلومبرغ المتخصصة بالاقتصاد أكدت أن حكومة مصطفى الكاظمي بعثت رسالة إلى شركات النفط في سعيها لتخفيف من الأزمة المالية من خلال عقد توريد مدته خمس سنوات يوفر أربعة ملايين برميل شهريا أي حوالي 130 ألف برميل يوميا وعزت بلومبرغ هذه الصفقة الخاسرة إلى حاجة العراق المرحة للسيولة المالية حيث فيما يبدو أن حكومة الكاظمي عجزت حتى الآن عن تأمين رواتب الموظفين وضخ السيولة النقدية لتشغيل مؤسسات الدولة في صفقة الدفع المسبق يصبح مشترون نفط فعليا مقرضين للعراق وتعد البراميل هي ضمان للقرض مثل ما يستخدم المقترضون منازلهم كضمان للرهن العقاري لكن هذا الرهن يقدر قيمة النفط بأقل من سعر البرميل بكثير في أزمة الهبوط الحالية ولا يراء ارتفاع أسعار النفط في السنين المقبلة فيما لو تخلص العالم من جائحة كورونا وكالة رويترز أيضا أكدت عزم حكومة الكاظمي على بيع جزء من النفط العراقي لمدة خمس سنوات مقابل مبالغ مالية عاجلة تثمن سعر البرميل بما يزيد على كلفة إنتاجه بقليل وبحجم ما تفضحه هذه الصفقة من هوان الموارد العراقية على المسؤولين فإنها تكشف غياب التخطيط العميق اللازم لمواجهة الأزمات بحيث تعالج أزمة راهنة بحلول تخلف وراءها أزمات مؤجلة ومثل ذلك كالذي يرمم بناء ليؤجل سقوطه الحتمي